دخل لبنان في مرحلة جديدة كليا من الصراع الرئاسي الكبير بعد تبني قوى المعارضة والطيار الوطني الحر ونواب مستقلين ترشيح الوزير الصابق جهد أزعور لرئاسة جمهورية ليدعو اليوم الرئيس نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئاسية في 14 حزيران القادم ولكن ما هو موقف حزب الله الذي أكد أنه لن يسمح بوصول أزعور إلى سدة الرئاسة وما الخطوات التي سيتخذها لمنع انتخابه في هذا السياق كشفت مصادر مطلع على موقف حزب الله أن الاتجاه لدى الحزب بعد تبني المعارضة والطيار ترشيح ازعور هو تعطيل جلسة الانتخاب الرئاسية من الدورة الأولى عن طريق عدم تأمين نصاب الثلثين وأشارت المصادر إلى أن الخيار الثاني للحزب بحال لم يتم اتخاذ هذا المصار هو الحضور إلى الجلسة وتأمين النصاب والمشاركة في الدورة الأولى إلى أنه سيتم التصويت من قبل الثنائي ومؤيدي فرنجي بأوراق بيضاء على أن يتم الانسحاب من الجلسة وتعطيل نصاب الدورة الثانية وجزمت بأن الحزب مصر على الاستمرار بهذا المنوال في تعطيل الجلسات مهما طال الوقت وهو من تمكن في العام 2014 من تعطيل الجلسات لمدة أكثر من سنتين ونصف إلى أن تم انتخاب الرئيسي السابق ميشيل عون وهو اليوم مستعد لتعطيل الجلسات لفترة أطول ولكن هل حزب الله القدرة على تعطيل الجلسة من الدورة الأولى ومنعها من الانعقاد؟ وفق الدستور تحتاج جلسة الانتخاب في دورتها الأولى إلى النصاب الثلثين أي 86 نائبا لانعقادها مما يعني أنه بغياب 43 نائبا فإن حزب الله سيتمكن من تعطيل هذا النصاب وقدرة حزب الله على التعطيل تنبع من امتلاكه مع حركة أمل على الحصة الشيعية كاملة إضافة إلى حلفائه السنة والمسيحيين وبحسب الأرقام يبلغ عدد المؤيدين لفرنجي والمستعدين لتعطيل الجلسة أكثر من 42 نائبا وذلك باحتساب نواب الثناء الشيئي 27 ونواب السنة المقربين من حزب الله التسعة والنائب العلوي حيضر آصف ناصر ونواب التشناق الثلاثة إضافة إلى النواب توني فرنجي وويليام طوق وميشيل المور وفريد الخازن وهذا ما يعني أن للحزب القدرة على تعطيلها من الدورة الأولى إذن هي مرحلة حساسة رئاسيا ستشهد الكثير من شد الحبال بين الموالات والمعارضة لكنها بالتأكيد لن تفضي إلى كسر أحدهما للآخر وبالتالي عدم انتخاب رئيس في المدى المنظور